مرة من المرات قابلت الشيخ الألباني رحمة الله عليه بعد ما خرج من السعي من الحج في يوم النهار كان يسعى في ذلك اليوم بعد ما خرج من المروة قابلته فأردت أن أستحضر سؤالاً لأسأله إياه فقلت يا شيخ هل فيه دليل آسف ما حكم الطهارة في السعي فقال الشيخ واجبة فأنا قلت لا دليل على المجوب ثم تفكرت بأن هذا ما يليق أنا قل لا دليل يعني يا شيخ يقول شيء من غير دليل ما يصرح هذا لا يليق بالطالب مع الشيخ فقلت يا شيخ لا دليل على ذلك ثم استدركت فقلت ما الدليل فقال تنفي الدليل ثم تطلبه يقول لي وكان الشيخ وقوراً مهيباً إذا رعاه الإنسان فريق منه فقلت آسف قال دليلي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعرف عنه أنه فرق بين الطواف والسعي وقد ثبت أنه توضى للطواف فدل على أن حكم السعي حكم الطواف طبعاً هذا دليل للشيخ وإن كان جماهير العلماء سلفاً وخلفاً على أن السعي لا يشترط فيه الطهارة لكن أحضرت هذا شاهداً على أن الإنسان لا يتعجل في طرح السؤال في الكلام في الإجابة حتى فيما يسأل يتبين وينظر يتأمل ويفكر هذه ميزة يا إخواني ليست لطلاب العلم وحدهم بل للعقلاء اجعل عقلك قدام لسانك ولا تكن كعامة الناس يجعل الواحد منهم لسانه أمام عقله بمعنى يتكلم ثم بعد ذلك يفكر ويرى أن كلامه قد أفسد ثم يبدأ يصلح وكما يقول العام عندنا أراد يعني يرقعها وما تترقعها ما تصلح لا فكر قبل كم من سؤال تطرحه ثم هذا السؤال يجلب فتنة يسبب مشكلة ما يليق يا أخي انتبه تأمل فكر كذلك كذا قرأت فكر وإذا سمعت فكر وحاول قدر المستطاع دائما أن تحيي عادة التفكر والتأمل والنظر وإجالة النظر في كل ما يعلم لك نعم ترجمة نانسي قنقر شكرا